أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي وسبل التعامل مع موسم السيولة وخلال اجتماعه مع عدد من الوزراء والمسؤولين أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لتحويل محطات معالجة الصرف الصحي لمحطات معالجة ثنائية متطورة أو معالجة ثلاثية وذلك بهدف أعادة استخدام مياه الصرف المعالجة في ري المسطحات الخضراء وخلافه